أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية وتجمع ما بين الشعبين الشقيقين وخلال اللقاءه في جد مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي تقدم رئيس السيسي بالتهنئة على تولي بلاده رئاسة القمة العربية في دورتها 32 معربا عن 8 مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة ومن جانبه رحب الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي معاربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعب مشيدا بما تتسم به العلاقات بين بلدين من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة مؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بمغتلاف المجالات يأتي هذا فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين ما يحقق المصلحة المشتركة والمنفع المتبادلة للشعبين الشقيقين